السلام عليكم مشاهدينا مرحبا بكم في انجليش ناقوج في هذا الفيديو لدينا مجموعة الكلمات التي تحتوي على eat و on فلنبدأ على بركة الله إذن سوف نبدأ بالكلمات التي تحتوي على كلمة eat إذن لدينا eat تعني يأكل eat يأكل feed عمل بطولي feed feed إذن بإضافة eat to f تصبح عمل بطولي feed feed treat 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 يعامل ويعالج إذن بإضافة t والr لate تصبح treat 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 يعامل ويعالج treat treat beat 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 يهزم أو يخفق البيض beat 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 إذن لدينا be ثم eat beat ثم eat تصبح beat 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 يهزم أو يخفق البيض heat 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 يسخن أو حرارة كفعل يسخن وتعني كذلك حرارة heat heat إذن الh وeat heat يسخن أو حرارة heat neat neat جيد أو مرتب neat إذن بإضافة ال-n ل-eat تصبح neat neat أي جيد أو مرتب neat 3D معاهدة إذن لدينا T وال-R ثم في آخر الكلمة لدينا ال-Y إذن 3D معاهدة 3D meet meet لحم meet meet لدينا M و-eat meet لحم meet seat مقعد أو كرسي seat seat لدينا ال-S و-eat seat مقعد أو كرسي defeat 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 يهزم أو هزيمة أو يتغلب على defeat defeat يهزم هزيمة يتغلب على لدينا ال-D وال-E وال-F ثم eat defeat defeat feet great 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 عظيم رائع أو كبير great 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 لدينا ال-G وال-R ثم eat تعني great رائع عظيم كبير cheat يغش cheat cheat لدينا C-H و-Eat C-H و-Eat C-H تنتق ch ثم cheat cheat يغش cheat ولدينا threat threat تهديد threat threat إذن eat هنا لا تنتق ب-E ولكن A threat threat هدينا TH نتق لها ب-TH ثم R threat threat إذن سوف ننتق للكلمات التي تحتوي على preposition on build on build on يبني مستقبله بنجاح build أي يبني إذا أضفنا له preposition on تصبح build on يبني مستقبله بنجاح build on bring on bring on يتسبب في حادثة bring أي يحضر الشيء bring وبإضافة on يصبح المعنى يتسبب في حادثة bring on bring on carry on carry on carry on يتابع أو يستمر أو يواصل carry on carry on come on come on come on أسرع أو تقدم come on come on come أي جاء come he come أي هو جاء ولكن come on just do it هيا تقدم أسرع فقط قم بذلك come on come on كما قلنا بإضافة حرف الجر للفعل أوكي إذن يسمى بالfreeze الverb ويتغير معنى الفعل الأصلي مثلا come تعني جاء ولكن بإضافة on أصبح أسرع وتقدم come on come on count on count on أي يعتمد count on count تعني يعد أو يحسب شيئا ما count on تعني يعتمد count on لاحظتم تغيير المعنى وتغيير الفعل لدينا count أي يعد count on يعتمد crack on crack on يعمل بسرعة crack on crack on crack on وcrack تعني صدع أو تكسر شيئا ما أو انهار أو تقطق أوكي ولكن crack on تعني يعمل بسرعة crack on crack on decide on decide on يختار decide on decide on decide أن يقرر وقرر شيء decide ولكن decide on يختار decide on decide on drag on drag on يدوم أكثر drag on drag on ولكن إذا كانت هناك مساحة ما بين drag و on تصبح يدوم أكثر ولكن إذا لم تكن هناك مساحة وكلمة واحدة dragon dragon دراغن إذن تعني تنين dragon تنين dragon يدوم أكثر focus on focus on يركز على شيء يركز على شيء focus on focus on get on get on يكونوا جيدا مع الآخرين get on get on يكونوا جيدا مع الآخرين get on get on go on go on يستمر ويتابع go on go on go on يستمر ويتابع hang on hang on ينتظر لوعلة قصيرة أو ينتظر لمدة قصيرة hang on hang on hold on hold on يصبر أو ينتظر أو يتماسك hold on hold on hold on hold on يصبر ينتظر ويتماسك keep on keep on يستمر ويتابع keep on يستمر يتابع keep on keep on keep on look on look on يكون شاهدا على حدث look on look أي ينظر يكون شاهدا على حدث look on live on live on يرتزق leave on leave أي يعيش live on أي يرتزق leave on live on pass on pass on أن يوصلوا رسالة لأحد pass on pass on pass on إذن بهذا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو المتعلق بالكلمات التي تحتوي على eat و on أتمنى أن تكونوا قد استفدتم مجموعة المصطلحات بهذه الطريقة إذن مشاهدينا أتمنى لكم التوفيق في تعلم اللغة الإنجليزية شكرا جزيلا لكم بالتوفيق للجميع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة